السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها حبات ضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي لقمنا بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والصفر الاخيري. وكنا اتكلمنا عن اه بعض المواقع اللي بتاعرك فرص العمل. اه بالاضافة كمان كنا عرضنا فرصة اه وهي كانت فرص التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. وكانت عملية التقديم ولبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وتم اعلان الفازين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جئا كتير. التقديم ولبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. اه بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. اه وعشان توصلك احية جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صوية ردع عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب اناوي كمان الجماعة رابط جروباتنا على وجروبنا على الفيسبوك رابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاو موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة وهي فرصة ممتازة جدا. هي فرصة التطوع من ممولة بالكامل في بولندا. تمام? الفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة في دولة اوروبية من الدول القوية وهي فرصة التطوع. طبعا في ناس كتير مهتمة بالفرص دي لانها بتسهل حاجات كتيرة جدا. في خلينا نتعرف على باقي التفاصيل. الجهة اللي مقدمة الفرصة دي هي تمام? اللي هي اه مؤسسة تمام? ده اسم الجهة المنح. اه هنا في ملاحظة ان هذه الفرصة متاحة لجميع المراحلة الدراسية من طلاب وخريجين من اي تخصص. يعني لو انت طالب بتدرس باكالريوس ماجستير دكتوراء او متخرج اه او بتشتغل حاليا اه متخرج من اي تخصص او بتدرس في اي تخصص متاح لك التقديم بدون وجود اي مشكلة. كمان هذه الفرصة لا تحتاج شارة لغة انجليزية. حضرتك مش محتاج شارة لغة انجليزية خالص. اه زي قالي تساو طيفيا لو حتى اي شهادة. ولكن على الاقل يجب ان هو يكون معاك بعض المحصلة من اللغة الانجليزية. يعني تكون بتعرف شوية انجليزي. عشان اه تعرف تتواصل مع الناس هناك. ويعني اه تعرف التدريب هيمشي ازاي. بالنسبة بقى لشرح الفرصة دي. الفرصة دي انت حضرتك هتعمل فيها ايه? بيقول لك ان الفرصة دي العمل مباشرة مع المدارس ورياض الاطفول ومجموعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية. ده الشرح يعني الملخص بتاع الموضوع ان المؤسسة دي بتساعد اه في التدريس بتساعد في المؤسسات غير الحكومية اللي هي الغير الربحية اللي اساسها اه مساعدة الاخرين. بتساعد على تعزيز الثقافة اه بتساعد على حل المشكلات الاخلاقية. اه زيادة الاهتمام بالعمال والتضامن. يعني زي كده بالزبط توعية. كأن المؤسسة دي بتعمل توعية في مجالات مختلفة او كتيرة جدا. تمام? ده بالنسبة ليه الفرصة دي. طيب. اه بالنسبة ليه التمويل بقى في الفرصة دي صراحة تمويل ممتاز واول حاجة نبدأ بيها في المنحة دي وهي من اقوى الاشياء من الندر تلاقيه في منح اخرى. ان المنحة دي من مميزاتها هتوفر لك تأشير الدخول عشان يغلق الى اوروبا للمقبولين. يعني الناس اللي هتتقابل المنحة زخرة على موقعها الرسمي ان هيكون فيه توفير اه تأشيرة الرسوم بتاعت التأشيرة والخطاب اه القبول هيوفر لك من خلاله التأشيرة اه تقدر تدخل بها بولندا بكل سهولة. تمام? طيب اه كمان المنحة دي هتوفر لك وسائل النقل الدولي والمحلي يعني النقل من بلدك الى بولندا وكمان النقل الداخلي اه داخل المدينة اللي هيكون فيها التدريب هيكون على حساب المنحة. كمان هيكون فيه سكن ممتاز جدا هيكون فيه سكن مع متطوعين اخرين. اه زي كده هي زي نظام اه شقة وحتكون اه مقسمة مع متطوعين اخرين كل متطوع في غرفة. اه بالاضافة كمان هيكون فيه مصروف يومي اربعة ونص دولار. هتاخد يوميا كده اربعة ونص دولار كمصروف لو انت احتاجت اي شيء تقدر تستخدم الاربعة ونص دولار دي كمان. اه بالاضافة كمان يعني الاربعة ونص دولار دي دي حاجة خارجية لوحدها. هنا بقى بنتكلم عن مصاريف الطعام هيدو لك خمسة وتسعين دولار مصروف شهري للطعام. يعني الاكل والسكن عليهم وكمان هتاخد بالاضافة المصروف اليومي اربعة ونص دولار تقدر تستغلوهم زي ما انت عايز. تمام? اه طيب. اه هيكون فيه كمان التدريب قبل بدء البرنامج. هيدربوك على ازاي تتعامل في المنظمة ازاي تتعامل اه في التطوع ده. يعني هيكون فيه تدريب لو انت مش فاهم اي حاجة من الاشياء اللي بتتحدث عنها الفرصة هيكون فيه تدريب فهتفهم كل شيء من خلال هذا التدريب اللي قبل بدء التطوع. طيب ايه هي شروط المنحة دي بقى? شروط المنحة سهلة جدا. اه هي معتبر ما فيها الشروط الا الشرط ده اللي هو ممكن يكون اه هيعمل مشكلة لبعض الناس ان تكون معك جنسية احد الدول التالية. يعني لازم تكون من دولة من الدول اللي احنا نقولها دلوقتي اللي هي تكون من مصر او الاردن لبنان المغرب فلسطين سوريا تونس ليبيا. يعني انت لازم تكون جنسيتك من دولة من الدول دي. لو انت شخص من دولة اخرى غير متاح لك التقديم. من دولة اخرى خارج الدول دي غير متاح لك التقديم في الفرصة دي. تمام كده? اه بالاضافة كمان ان الفرصة دي اه في فيه جزئية انا نصيطة اضيفها هنا. ان الفرصة دي كمان فيها حد اقصى للعمر وهو تلاتين سنة. يعني انت بعد التلاتين سنة لو انت سنك معدي التلاتين سنة ما تقدرش تقدم في الفرصة دي نهائي. تمام? يبقى لازم يكون سنك اقلل من تلاتين سنة لازم تكون من الدول دي. طيب ايه هي الاوراق المطلوبة في الفرصة دي? اوراق سهلة جدا. مطلوب من حضرتك يكون معاك السيرة الزاتية بتاعتك. اه تكتب المقالات المطلوبة في المنحة. تمام? فيه شوية مقالات كده مطلوبة تكتبها بعناية لانها من اهم الاشياء في القبول في المنحة. وكمان تملى التقديم اللي احنا هتكلم عليه بعد شوية. طيب اه ايه هو اخر معادل التقديم? اخر معادل التقديم في الفرصة دي هو عشرين يونيو الفين وعشرين. يعني قدامك حوالي نقول مسلا شهر والمنحة دي هتنتقل. طيب ايه هو مدة التطوع? مدة التطوع في الفرصة دي هتبدأ من تلاتة اغسطس الفين وعشرين حتى تلاتة يونيو الفين واحد وعشرين. حوالي سنة. المدة بتاعتك التطوع دي حوالي سنة هتبدأ من تلاتة اغسطس. يعني انت ان شاء الله تلاتة اغسطس تكون موجود في آآ بولندا تمام لحد تلاتة يونيو الفين واحد وعشرين وهنا في آآ ملاحظة ان احنا قاقناة ملح من كل الالوان بنتيح عملية للتقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي وهتلاقي استمرت التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان لو حابب تقدم منفسك مش مشكلة تقدر تتبع شرح الفيديو برضو آآ طيب هنا انا هتطلقوا لينكين اللينك ده هو في التقديم وده الاعلان الرسمي تعالى كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي للمنحة نفتح الاعلان الرسمي الاعلان الرسمي هيظهر معنا بالشكل ده زي ما هيفتح دلوقتي هتلاقيه في كل التفاصيل اللي انا قلتها هتلاقيه هنا اسم المؤسسة تمام بولندا هتلاقيه هنا بيذكر لك هنا ان المنحة تبدأ من تلاتة اغسطس لحد تلاتة يونيو الفين واحد وعشرين آآ هتلاقيه التفاصيل هنا عن المؤسسة وهي بتوفر ايه الاشياء اللي احنا كنا وناها اللي بتوفرها الفيزا كوست ايه يعني تكلفة الفيزا هتوفرها آآ كل الاشياء اللي احنا ذكرناها في المقال مذكورة هنا تقدر تطلع عليها آآ برضو لو حب تمام طيب نروح دلوقتي ليه التقديم ونشوف ازاي هتيجا حضرتك تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معك التقديم التقديم هيفتح معك بالشكل ده لازم اولا زي ما هنشوف دلوقتي انك تروح وتعمل على موقع المنح تمام طيب ايه هو الموقع اللي بيعرض المنحة دي او ايه هو الموقع اللي لازم اعمل عليه الموقع ده اللي هو ده اسمه ده موقع آآ تبع الاتحاد الاوروبي بيعرضوا عليه فرص كتيرة جدا فبتلاقي فرص تطوع مختلفة ومن ضمنهم الفرصة دي فانت لازم تعمل الاول على الموقع ده وبعد كده تكمل بقى لاجراءات بتاعتك طيب احنا كنا شرحنا سابقا آآ ازاي ممكن تعمل آآ وتملى للمنحة وكنا شرحنا الموضوع ده في منح اسمها منحة بلجيكا سابقا آآ فهتلاقوا في آآ اعلى شاشة هيزار لكو دلوقتي رابط الفيديو ده فانا مش هعيدي لشرح تاني ممكن حضراتك تخش للفيديو ده وهتلاقي الشرح ازاي تعمل آآ اكاونت وازاي تملى للمنحة وهي نفس الخطوات بالزبط في منحة بلجيكا هي نفس سلة التباحة في منحة تطوق بولندا طبعا بس لتفادي آآ يعني التكرار فعشان كده حضراتك تخش للفيديو اللي هيزار معاك في الاعلى وتكمل بقى بقى الخطوات بالنسبة ازاي ممكن تعمل اكاونت تمام آآ طبعا كده انا اعتبر شرحت المنحة هي سهلة جدا آآ مش محتاجة شروط معقدة ولا شهادات لغة ولا كل الكلام ده خالص بالاضافة كمان هتفر لك التأشيرة يعني حاجة ممتازة جدا صراحة تمام كده طيب آآ كده كل شيء تمام آآ لو حابين تقدمو لها يا ريت لاني فاضل عليها شهر واحد وان شاء الله بإذن الله يكون آآ بالتوفيق ولا بقول لكم في المنحة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته